تحية طبعاً وتهنيئة في نفس الوقت لكل القائمين على منظومة كورت اليد في مصر ولمنتخب مصر اللي شرفنا وفاز باق اللقب الثامن في تاريخه واللقب الثاني على التوالي بطولة أمم إفريقيا لكورت اليد جيل واعد والقادم أفضل وإحساسنا حتى وأنا بتكلم مع زميلي في السادسة قبل الهوى أن أفريقيا بالنسبة لنا خلاص بقت اللعبة في أدينا إحنا مسيطرين وبإذن الله هنفضل مسيطرين على كورت اليد في قارة أفريقيا لسنوات وسنوات قادمة النظرة دلوقتي والاهتمام لازم يروح للقب العالم وهم مش بعيد علينا شبابنا حققوا رجالتنا الكبار قادرين إن شاء الله أن هم يوصلوا لده وتجربة تستحق الإشادة وتستحق كمان إحنا نوقف عندها كتير لأنها بتثبت أنه العناصر المصرية والموهبة المصرية والكوادر المصرية قادرة بشكل كبير جدا توصل للمستويات العالمية وده ترجم بشكل كبير في كورت اليد وإن شاء الله البطولة اللي جاي خلاص تم الأعلان أنه مصر ستستضيفها في 20-24 يناير تحديدا وإن شاء الله يكون اللقب التاسع ويبقى بيفصدنا اللقب عن منتخب التونس اللي محقق عشر بطولات على مدار تاريخه نتكلم